تبعينا الكرام معود مجددا للدكتور مخلص دكتور مخلص على ذكر ما ذكره الدكتور محمود فيما يتعلق بابناء الأمة الإسلامية حول العالم أجمع شاهدنا موقف غاضب ومتضامن مع ابناء الشعب الفلسطيني وإهلنا في القدس بول بوجبة لعب المنتخب الفرنسي لعب نادي منشستر يونيتد كتب عبر صفحته رسمي على انستجرام يتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو أحد أعضاء المنتخب الوطني الفرنسي ومع ذلك أعلن تضامنه الواضح والصريح مع ابناء فلسطين أبو تريكا نجم المنتخب الوطني المصري ذكر الشعب الفلسطيني بكل خير ودعا لأهل القدس محمود عبد الرازق الشكبالة نجم الزمالك كتب أيضا على صفحته رسمي على انستجرام وتضامن مع أهل فلسطين الفنان المصري محمد هنيدي كتب عبر صفحته رسمي على فيسبوك وتويتر يعلن تضامنه مع ابناء فلسطين لعبي منتخب تشيلي ارتدوا الكفيات الفلسطينية أثناء مباراة في دور تشيلي وهم ليسوا بمسلمين وليسوا بعرب ولكنهم يتضامنون مع القضية الإنسانية قضية فلسطين وشاهدنهم يعبرون عن حجم كبير من التضامن لعبي الدور الكويتي ارتدوا الكفيات الفلسطينية قبل أحد المباريات بين نادي العربي ونادي السالمية تضامن واسع ولا محدود من أرجاء العالم أجمع مع الشعب الفلسطيني ماذا تقول عن هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني هو هذا جزء من الذي ذكره أخي أبو عمر بارك الله فيه أنه هذا الكيان المتغطرس الذي لا يرى إلا مصلحته هو يرتكب حماقات ويرتكب غباء يوقعه في استجلاب عداء عدوات من كل العالم ليس فقط من المسلمين لكل من لديه يعني حرق على الحرية والكرامة والشرف ولذلك نحن نرى مبادرات بالفعل من أناس يعني أنه كيف حتى موضوع حي الشيخ جراح كيف تنتزعون أناس يسكن في بيوتهم من عشرات السنين يعني هكذا سرقة عيانا جهارا بدون أي قانون يمكن أن يردع هؤلاء اللصوص اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر